طيب خلونا دلوقتي نروح لزملتنا لمية حمدين عشان نعرف منها أحوال التقص في القاهرة والمحافظات لكن الأول خلونا نسألها عن سؤال الحلقة النهاردة وكان ايه أهدفها او كان ايه أحلامها في عشرين عشرين وهل وصلت لها وازاي قدرت تعمل ده كلمنا كمان عن أحلامك انت في عشرين اتنين وعشرين وحققت منها ايه وازاي عشان اكيد هنقرأ الكومنتز بتاعيدك وصباح الخير عليك يا لمية صباح الخير عليك بسان صباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان لمية يعني كانت ايه أهدافك او كان ايه أحلامك في عشرين اتنين وعشرين وحققت منها ايه وازاي الحقيقة انا عملت زي ما قلتي من شوية بسانت كتبت ورقة من سنة وقلت ان انا نفسي ابقى هنا في صباح الخير يا مصر حلو والحمد لله اتحقق كمان كان نفسي اكتشف في ابني مهارة او موهبة غلبت في حاجات كتيرة قوي لحد ما الحمد لله لقيته متميز جدا في الفرسية وده حلم اتحقق ليه كمان يعني صدقت في حاجات كتير صدقت في فكرة ان احنا لازم نشتغل ونسعى ونجتهد ما نبصش على حد ما تركز مع اي حد ركز بس مع نفسك وربنا ميزانه مصبوط حقيقا هيزبط لك الحاجة اللي انت محتاجها في الوقت اللي هو مناسب اللي ربنا بيحدده مش اللي انت بتحدده حسابات البشر دي غير حسابات السماء خالص ففكرة ان انت تبقى راضي ومصدق ومؤمن بان ربنا هيساعدك في الوقت المصبوط دي انا كمان صدقتها جدا الناس ربنا رزقني كمان السنة دي بناس كتير حلوة وناس كتير نبيلة في ظهري وبتساعدني وصبورت لي وايجابية جدا دي كمان رزق انا شفته يعني الحقيقة بعيني السنة دي واتمنى انه يعني نكمل كلنا مع بعض العمر كله احنا مبسوطين ان انت معينا يا لمية والله فعلا ومبسوطين انك يعني بتدينا كده تقا ايجابية كل يوم على الصبح بننبسط لما بنشوفك فعلا انا كمان مبسوطة انتو رزق على فكرة بحياتي انتو كلكم رزق الصباح الخير يا مصر كله كل الناس كل الناس كل الناس حلوة بحبك ومبسوطة جدا جدا معاك ودي حاجة نتمنتها من سنة وكتبها فرق اهوار رهالك بعد الهواء احنا مبسوطين انت معينا مبسوطين انك عرفت تحقق اي حلم من احلامك الحمد لله يا رب كل الناس تحقق احلامها يا رب وتبقى مؤمنة ان كل حاجة بتيجي في وقتها